اشتركوا في القناة في نهاية السبعينيات وكان فيه فرقة مهمة قوي في حياتنا هذه الفرق الموسيقية فاكرة عنها ايه يعني انا الحقيقة مش يعني احنا بدأنا الفرقة بمحدة صدفة وكل اللي احنا كنا فاكرينه الفرقات الفرقة الاستعراضية اللي كان والدي الله يرحمه يا رب شفية بعوف هو القائم بيها اللي هي الفرقة الاستعراضية في مصرح البلون واحنا كبرنا في كواليس المصرح ده في مصرح البلون لانه كنا بنحضر كل العروض وكان بقى اوداد الغازية والمصرح الاستعراضي حاجات الحقيقة كانت وطبعا نجوم مصر كلها كانت بشترك فيها وحنا كنا صغيرين جدا بنقعد باكستيج بقى نشوف الناس بتحط مكياج والراقصين والراقصات بيستعدوا زي بتمرنوا فبقينا نروح نعمل اللي هما بيعملوه لما يعني انا اليوم اللي بدأنا فيه الحقيقة الفور ام كان اخر يوم سنوية عامة بالنسبة لي اللي هو التسعة وسبعين وكان الشيء اللي كان مبهر انه كان فيه فرقة تانية والفرقة التانية دي احنا كنا حفظين اغانيها بس مش فاهمين التكوين نعمل ازاي واول ما بدأنا احنا فرقتنا ما كانش حد متخيل انها تنجح يعني ما كانش حد هنتخيل خالص نحنا هنستمر كان الصيفية هنقوم بيها بالتكوين ده وكن اي حاجة بيقولها عزة احنا موافقين عليها طبعا اي وده اللي خلان نبجي ديها النجاح ما كانش خالص في بالنا ان احنا ممكن نستمر اكتر من الصيفية دي هو الحقيقة لفت نظري هنا حاجة في هذه الفرقة غريبة جدا جدا اولا والدك الله يرحمه كان رجل عسكري في البدئ ودرس موسيقى ودرس ويعني عمل في اشياء كثيرة جدا جدا ومجالات كثيرة جدا جدا ايه تركيبة العيلة دي يعني لما قلت احنا عايزين نعمل فرقة وفعلا كنتوا كلكو شبان صغيرين ايه اولا ابوية كان فنان جدا بطبعه وكان زي ما حاك قلت كده كان درس ميكانيكا وبعدين ده كان في الجيش وكان صارم جدا وفي نفس الوقت فنان جدا كان بيقعدنا حواليه ويقعد يلعب عود ويغنيلنا اغاني ويهم ام كلسوم ده كانت العيلة كلها بتجتمع علشان يسمعوا ام كلسوم او بيبقوا هما اللي صهرانين عندها يعني في المسرح فكان مهم جدا من زمانا ان احنا الاحساس باهمية الفن واهمية الثقافة الفنية مش بس فن يعني كان بيقعد قلنا العرب والربعطون وبياتي وحاجات بيشرحاننا من منطلق ان احنا وادنينها تبس تبقى قادرة تفهم الفرق وكانت بسنة صغير جدا عزت كان في فرق اجنبي والحقيقة برضو كان ضد ابويا انه يبقى في فرق اجنبي واستمر من وراءه لحد اما اكتشف وهنا كان حصل مشهد ده بينهم لانه هو كان عايزه يخش طب وكان عايزه مش عايز يخش طب ودخل عشان والحقيقة يعني هو دخل طب عشان والدي ما يبقاش متضايق وانا فاكرة حبيبي الله يرحمه من الحاجات اللي كان بيقولها دايما ان انا ما كنتش متخيل قد ايه انا او دين لابويا ان هو دفعني ان انا اخلص طب لان ده فرق معاه جدا في اختياراته وفي تكوينه فاحنا يعني التكوينة دي بدأت من الصغر وعايزة بدأها وعايزة اكبر مننا كلنا بثمان سنين يعني عايزة عاد ثمان سنين لوحده وبعدين جات مونة وبعدين مها وبعدين منال وبعدين انا وكل حد كان بي زي ما تقولي الميشن بتاعته او يعني موظائفه ايه ان هو يدي الحب ده الحب الفن ده للجيل الاصغر منه فتشربنا بيه كلنا من غير ما نبقى قصدين نتشرب بيه اشتركوا في القناة